أعلنت وزارة صحة اليوم الثلاثة عن تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد و1035 حالة شفاء و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة المصرمة وعوضحت وزارة صحة في نشرة كوفيد-19 اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة إصابة مؤكدة بمملكة إلى 436-1125 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في جوج مارس الماضي ومجموعة حالات شفاء تام إلى 456-132 حالة بمعدل تعابين يناهز 95.8% في مرتبة عدد الوفيات إلى 8424 حالة بمعدل فتك يبلغ 1.8% وتتوزع الحالات مسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء ستات بـ 272 حالة 190 بالدار البيضاء 30 بالنواصر 21 بالمحمدية 13 ببرشيد 7 بكل من الجديدة ومديونة 4 بيفن سليمان وسجلت جهات تنجة تتوان الحسيمة 59 حالة 31 بطنجة أصيلة 11 بالعريش 4 بكل من تتوان والحسيمة 3 بكل من من ديق الفنيدق شفشاون ووزان وسجلت جهات الشرق 54 حالة 22 بوجداء 17 من ناظر 4 بركان 3 توريت حالة 2 بجرادة وسجلت جهات الريباط سالة القنيطرة 49 حالة 16 بسخرة مارات 13 بالقنيطرة 10 بسالة سابع الريباط 4 بسيدي قاسم وسجلت جهات موراكوش أسفي 35 حالة 31 بموراكوش حالة 2 بأسفي وحالة واحدة بكل من قرعة سراغناء واليوسفية وسجلت جهات سوسماس 26 حالة 15 بأكادير دوتانان 4 بي تيزنيت حالة واحدة بكل من طاطا وانزقان ايد ملول وترودانت وسجلت جهات بني ملال خنيفرات 18 حالة 6 بكل من بني ملال واخريبغا 5 بفقي بن صالح وحالة واحدة بأزيلان وسجلت جهات فاس مكناس 8 حالات 4 بي فاس حالتين بمكناس وحالة واحدة بكل من تزا والحاجب وسجلت جهات درعة في ليل 7 حالات 3 بكل من رشدية ورزازات وحالة واحدة بميدلت وسجلت جهات الدخل ووادي الدهب 7 حالات كلها بإقليم ووادي الدهب فيما سجلت جهات العيون سقير الحمراء 5 حالات 4 بالعيون وحالة واحدة ببوشدور وتتوزع حالة الوفيات عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء استطعت بتماني حالات وفاة كلها بالدار البيضاء فيما سجلت جهات طنجة تتوان حسيمة حالة وفاة واحدة بتتوان وسجلت جهات الشرق حالة وفاة بوجدة وسجلت جهات الرباط سل القرطرة حالة وفاة بسلا فيما سجلت جهات بن ملال خنيفرا حالة وفاة واحدة ببن ملال وسجلت جهات فاس مكناس حالة وفاة حالة وفاة واحدة بفاس وحالة وفاة واحدة أخرى بمكناس ووصل عدد الملقحين بالمغرب إلى 615-1181 مستفيد من اللقاح ضد كورونا فمزيدا من الحيط والحضر لتفادي الفيروس